دعونا نأخذ مكالمة في هذا الوقت من الياس أهلا وسهلا أخ الياس من لبنان تفضل أخ الياس أنت معنا على الهوى سلام المسيح عسيس نزار ربي باركك بارك خدمتك بحييك وبحيي لأخو المستمعين كلهم يلا عم بيسمعونا ورب يكون معكم ويباركك أخ الياس شكرا أنا بيوم الأيام وأنا عم بقرأ الكتاب المؤدس كنت عم بقرأ مزمور 22 وقفت قدام هالمزمور بشكل كتير تأثرت إنه هيدا شاهد عيان عم بشهد عن عملية صلب ربي يسوع المسيح بكل تفاصيلة بكل تفاصيل ما ذكره والشي العظيم اللي لقيته إنه المزمور نكتب تقريبا ألف سنة قبل عملية الصلب وقت يالي الصلب ما كان معروف لأن الصلب كان عملية إعدام رومانية وما كان معروف بوقتها يعني عادي نبوءة كتير قوية غير الـ 360 نبوءة الموجودة بالعهد الأديم بس كمان في ملاحظة صغيرة بدي أذكرها أنه بالقرآن بيذكر عن إبراهيم وقت يالي الله طلب منه يتبح ابنه الشي اللي قاله مذكور أنه وفديناه بذبح عظيم يعني فداء الإنسان هل هو الذبح العظيم طيب أنا إذا كنت غني وعندي قطيع غنم بتبحهم تكثر عن خطيائي يعني هذه علامة استفهام كبيرة بحطها وبعدنا غير النبوءات منا نبوءة نفسه إبراهيم عنا بالكتاب المؤدس وقت يالي راح هو وصحاق ومشيه ثلاثة أيام وابنه وصحاق يقول له طيب هيد الحطب وهيد النارة ووين البيحة قال له الله رح يدبر وقال له دبر المخطط الرب كامل مخطط الله من البداية لخلاص الإنسان كامل 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 ونحن بنشكر الرب أنه نحن مفديين ونشكر الرب أنه هو معنا وهو يلي عم حضرنا مش بس عملية الفداء عم بيجهزنا للحياة الأبدية وهي دينامة كبيرة وأنا وأنا بتشكلك كتير أسيس على الرسالة اليوم ربنا يباركك يا أخي الياس وشكرا جزيلا إلك وعلى كلماتك المشجعة وعلى الحق الكتابي اللي ذكرته يعني الأخ الياس ذكر مزمور 22 بيتكلم بالتفصيل وطبعا ذكرت إشعياء 53 مزمور 22 ألف سنة قبل الصلب إشعياء 700 سنة قبل الصلب كامون يعني أي شخص يعني أيعقل أنه كل هذه النبوات وطبعا النبوات ونبوات ونبوات على فكرة أجرب تقرأ مزمور 22 وإشعية 53 حتى تتوضح هذه الصورة